ارهابي اخر يضرب عدن مستهتفا هذه المرة العقيد عادل الحالمي مدير امن محافظة الحج نجى الحالمي من الاعتداء الذي نفذ بسيارة مفخخة استهدفت موكبه عند عودته الى منزله في حي الممدارة ليفشل الارهابيون في قتل الحالمي لكنهم نجحوا في قتل هذا الطفل ذي السبعة اعوام عبدالله الجعدني بالاضافة الى تسعة جرحا جلهم مواطنون والتسبب باضرار بالغة في مساكن ومحالة تجارية قريبة كما نجحوا من جديد في ترويع النساء والاطفال في ارجاء واسعة من عدن وصلها دوي التفجير الذي اصف بالهائل العقيد الحالمي وهو احد قادة المقاومة عين قبل نحو اسبوعين مديرا لامن محافظة الحج وكانت قوات الامن في عدن قد ضبطت خلال اليومين الماضيين عددا من السيارات المعدة للتفجير في المعلى وكريتر والمنصورة كما نفذت انتشارا واسع للمرة الاولى منذ ما يقرب العام اعقب موجة اغتيالات وعمليات انتحارية تستهدف امن المدينة واهلها الصعيد الامني هو من قعل هذه الجماعات الارهابية تقوم بعدة عمليات وبالذات استهداف القيادات الجنوبية التي قاومت واخرها كان اغتيال الشيخ راوي في منطقة البريقة ولكن ما يجعل هذه الجماعات تضعف هو اصرار وثبات شباب المقاومة القنوبية التي يعول عليهم الشارع كثيرا ومنذ انتصارها في الحرب مع الانقلابيين تواجه عدن ما يشبه حربا مفتوحة مع الارهاب ارهاب تشير جميع الدلائل الى انه مجرد ذراع اخرى للمخلوع صالح ولميليشيا الحوث الارهابية لقناة الاخبارية صلاح بالاغبر عدن